السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى متابعينا من كل مكان عندنا مجموعة هامة من الأنباء والأحداث اللي يتناولها الإعلام الألماني بأهمية كبيرة جدا أول موضوع هو موضوع سبب جدل كبير في ألمانيا واللي هو تصريح وزير الصحة الألماني ينسي شبان الذي أطلق موعد انتهاء الوباء أو انتهاء كورونا في ألمانيا وقال يمكن التغلب على جائحة كورونا في ربيع عام 2022 وقال ذلك في مقابلة تلفزيونية وأكد أن مناعة القطيع أو الهرد إميونيتيت سوف تتحقق بعد ربيع عام 2022 حتى الآن الكلام جميل إن شاء الله يارب يكون هذا الموضوع صحيح وينتهي الوباء ولكن حسب كلام الوزير هناك شيء قد يمنع تحقيق ذلك وهو اعتراض التلقيح أو يعني عدم الإقبال على التلقيح وانتشار العدوى وقال شبان إن لم يظهر نوع جديد أو سلالة جديدة من كورونا وهو أمر مستبعد يعني وهو أمر مستبعد أنه نشهد متحولة أو سلالة جديدة فإن نهاية الوباء ستكون حتمية بالربيع القادم وقال أيضا أنه كلما ازداد معدل تطعيم البالغين كلما ازدادت الحماية المقدمة للصغار الذين لا يوجد لديهم لقاح خاص بهم أصدقائي من ناحية أخرى رفض ينس شبان رفع قيود كورونا مثل بريطانيا فيما يسمى بيوم الحرية وقال حصة التطعيم ليست كافية بألمانيا بما يكفي لرفع إجراءات كورونا من ناحية أخرى تتكلم وسأل الإعلام الألماني عن بيان معهد روبركوخ لهذا اليوم وهناك تلميحات وكلام بخصوص انكسار الموجة الرابعة هذا حسب معهد روبركوخ وليس حسب كلامي حيث تم تسجيل 10454 إصابة جديدة قبل أسبوع كانت الإصابات فوق الـ 12 ألف الوفيات تم تسجيل 71 حالة وفاة معدل إصابات الـ 100 ألف نسمة هو 65 طبعا يوم أمس كان أعلى بـ 3.5 نقطة مئوية وكان 68.5 أصدقائي الآن ننتقل إلى موضوع أيضا مهم وأثار الرأي العام وأثار جدل كبير في ألمانيا اللي هو رئيس وزراء ولاية نيدرزاكسن السابق ولاية نيدرزاكسن عفوا يثير مشاعر نارية في ألمانيا بتصريحات التي كانت تخص الأطفال وقال أن الأطفال هم أكثر فئات المجتمع تضررا من كورونا وأن الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الأطفال هي طريقة فاشلة ويجب أن تنتهي لأنها أيضا غير متكافئة المدارس منظمة بشكل أكثر صرامة يعني الأماكن اللي بها الأطفال منظمة بشكل أكثر صرامة بينما أماكن الكبار بها يعني رفاهية ولا يوجد بها قيود قوية ويجب على الأطفال القبول بإجراءة أكثر تعسفا من الكبار من أجل حماية الكبار الغير الملقحين وهذا هو أمر شنيع حسب قوله وأكد كريستيان فولف للصحافة أنه كان على الأطفال لفترات طويلة قبول القيود والنظر للكبار ومع ذلك فأنهم لم يحصلوا على الشيء الكثير بالمقابل طبعا هذا الأمر أثار استياءة جميع وخصوصا بأنه العام الدراسي 2020 كان أحد أفشل لعوام الدراسية بتاريخ ألمانيا حيث تلك التعليم والحجر الصحي وعدد أيام الغيابة الافتراضية التي تعتبر كثيرة جدا بسبب كورونا والإغلاقات أثرت على التعليم وعلى مستقبل الأطفال كل هذا والأطفال هم غير معرضين للخطر من كورونا مثل ما هو عليه الحال مع كبار السن أصدقائي نجي للموضوع الآخر تتكلم الصحافة الألمانية عن ظاهرة تحصل بألمانيا ظاهرة ملفتة للنظر أكد عليها المكتب الفدرالي للإحصاء اللي نشر معلومات هامة عن تغيير كبير بسلوك سكان ألمانيا وقال المكتب بسبب وباء كورونا أصبح الناس يهربون من المدن الكبرى وخصوصا المدن الرئيسية بولاية شمال الرين رح نشوف رأي المكتب ورح نشوف وجهة نظر أخرى المدن الأساسية في شمال الرين مثل كولن دوسلدورف وإسن وبون وبوخم وإلى آخره هذه المدن يهرب منها الناس ويلجأون إلى القرى والأرياف أصدقائي يقول المكتب أن الناس بدأت تهرب للقرى والأرياف لأجل السكن وتوقفت عن التوجه المدن الكبرى وحسب كلام المكتب فإن أحد أهم الأسباب هو توقف الهجرة من الخارج يعني هجرة من خارج ألمانيا إلى ألمانيا أغلبها تأتي المدن الكبرى توقفت من ناحية أخرى ارتفع عدد القرى الصغيرة التي يبلغ سكانها أقل من 20 ألف نسمة بشكل كبير جدا في عام 2020 وسجلت مدينة كولن أكبر مدن شمال الراين 4700 شخص مغادر وهم أكثر بثلاثة مرات من عدد الوافدين الجدد يعني المدن يدخلوا لها ناس قليلين ويغادروها ناس كثيرين الحال حصل مع دوسلدورف 1525 ديسبورغ 1220 مغادرين والقادمين هم يعني أقل من الثلث الأرياف ازدادت نسبة السكن بها لكل مئة نسمة انضم لهم ثلاثة من المدن الكبرى يعني كل ريف بكل مئة نسمة ازدادوا ثلاثة أشخاص طبعا هذا كان حسب تعليل المكتب الفيدرال الإحصاء أنا شخصيا لدي وجهة نظر اللي هو أزمة السكن الخانقة المزعجة ربما تكون هي سبب الرئيسي لهروب الناس بين المدن صعوبة العثور على منزل والبحث الذي يستغرق سنين يعني أحيانا بالقرى والأرياف يستغرق سنين بالمدن بعد أكثر صعوبة فهذه هي قد تكون يعني أحد الأسباب ولا ننسى سبب آخر مهم أنا شخصيا عايشت في مدينة كولن أجرة ركن السيارة في بعض الأماكن بمدينة كولن تبلغ 6 يورو بالساعة الواحدة تخيلوا كم هو مبلغ كبير بينما بالأرياف ببلاش ببعض المدن الصغيرة يعني أكثر شي ممكن تدفعه هو 1 يورو للساعة تكلم عن مدن صغيرة مثل أويس كرشن، آخن، ديوغن كثير من المدن في شمال الراين من ناحية أخرى الإدمان ومشاكل المدمنين الخوف على الأطفال والمراهقين من الضياع بالمدن الكبرى برأي يلعب دور كبير جدا حتى لدى الألمان وليس فقط لدى المهاجرين يعني أولدى غالبية المهاجرين أصدقائي نجي الموضوع الآخر الموضوع الآخر هام وضروري الصين تعلن عن إجراء قد يغير قواعد اللعبة والرئيس الصيني شين جين بن قال أن الصين طبعا هو فاجأ الجميع وقال أن الصين سوف تكون دولة محايدة مناخيا بحلول عام 2060 وستسعى إلى تقليل انبعاثات ثونيو أكسيد الكاربون في داء من عام 2030 ولكن خلال الفترة المتبقية حتى هذه المواعيد البعيدة سوف تستمر لانبعاثات من الصين بالارتفاع عاما بعد عام بشكل مستمر وقال أيضا يجب مناقشة أمور البيئة بشكل جدي طبعا هو خطاب كان إلا بالأمم المتحدة يعني يجب مناقشة هذه الأمور بالأمم المتحدة بشكل جدي والاستماع إلى خبراء البيئة بشكل جيد لأن الأمر بدأ يصبح مقلق للغاية ما يمكن أن يسبب الاحتباس الحراري من تطرف بالطقص والمناخ وفيضانات وجفاف وأعلن عن شيء هام جدا جدا وهو أن الصين كانت تبني لدول العالم مناجم الفحم الحجري سوف تتوقف عن عمل هذا الشيء وقال سوف لن نسعد أحد على بناء مناجم الفحم الحجري اللي يتولد طاقة كهربائية بسعر منخفض بشكل كبير بالعالم ولكنها يعني تؤثر على البيئة طبعا رئيس منظمة السلام الأخضر اللي اسمه ليشو يشكك بكلام رئيس الصين ويعتبرها الدولة الأكثر تلويثا للبيئة ومساهمة بالاحتباس الحراري بنسبة 65% فقط الصين 65% بنفس الوقت أن الصين تسبب غازات ضرر المناخ أكثر مما تسبب قارة أوروبا كلها مرتين مجتمعة بنفس الوقت طبعا حصلت الآن تغييرات بالصين وهي الاستثمار بالطاقة النظيفة المتجددة هناك سباق كبير الصين وصلت في مراحل متقدمة وبحوث واستثمارات كبيرة جدا جدا بشكل أكثر من السابق بالطاقة النووية أصدقاء أين يجي الموضوع الآخر اللي هو انقلاب شاحنة بها أربعة أطنان متفجرات بألمانيا في مدينة تسفيكاو حصل انذار من وجود سيارة تحمل أربعة أطنان من الموضوع المتفجرة أصيب سكان مدينة جيرزدوف مدينة هي في تسفيكاو يعني جيمايندي أصيب سكان هذه المدينة بهلع كبير كان سأقل شاحنة يقودها على الأوتوبان وبالساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحا فجأة خرجت الشاحنة عن السيطرة وانقلبت على الشارع وهي كانت تحمل أربعة أطنان من المتفجرات الشرطة أخلت الكثير من المنازل والعديد من السكان من أجل تأمين مكان الحادث بنفس الوقت هرع رجال أطفاء ورجال مكافحة المتفجرات لتنظيم مكان الحادث وتم نقل المواد المتفجرة الخطيرة التي لحسن الحظ كونها مواد صناعية تم تغليفها بشكل جيد جدا يمنعها من الانفجار حتى بوقت الحوادث أي حوادث السير وحوادث النقل أصدقائي نحن وصل إلى نهاية الفيديو إن شاء الله يرب تكونوا استفادئتوا تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة